بيتك مبنى خلص وانت في مراحل التشيبات النهائية وبنيت الفلا على اساس او بنيت بيتك على اساس انه ستايل كلاسيك ديزاين وفجأة غيرت السايل حولته لمودم موضوع جدا بسيط وسهل من خلال الجدران الارضيات والاسقف انا قادر على ان لبسه ثوب مختلف عن السايل اللي انت في البداية كنت حاطه في بالك وفجأة غيرته لا تفتكر اي مساحة او اي فراغ موجود داخل بيتك هو لي قيدك في السايل اللي انت حابب انه يكون موجود فيه من خلال هذا الفراغ او من خلال هذه المساحة انا اقدر اخلق ستايل اللي كلاسيك او المودن شلون الطريقة او شل اسلوب اللي اقدر اسويها من خلال ديزاينات الاسقف ديزاينات الارضية باستخدام مختلف لانواع رخام او الجدران واضافات الجبس اللي عليها او ان كان كورق جدران او اصباق تابعوني ان المهندس طارس كيك خلنا نتعلم اساليب التصميم قبل الاستعانة في اي مهندس